أحد ضحايا الاعتقال القصري والتعذيب في العراق الشاب حسن محمد من محافظة التأميم الذي اعتقلته استخبارات شرطة كاركوك لمجرد أنه قام بدوره بحماية الشركة التي يحرسها من اللصوص والمعتدين من شركة النخيل العراقية بحراسات الصناعة جاء واحد على الصناعة أرادة كسر القفل مع المحال فمنعته من كسر القفل بعدين من منعته خذ اسمه راح أنا ما أعرفه يعني عبالي مواطن عادي فبعدين هو قال لاني باستخبارات الحشد وراء ما انطعته اسمي فقال لكسر القفل بالمسدس وبعدين وراء خمسة يام جاء واحتقال لاني تعرض حسن لتعذيب وحشي بإشراف ضباط في شرطة ومشاركة عناصر من ميليشيا الحشد قلات 16 يوم بالتحقيق وراء 16 يوم علقواني بات سيم الدنيا ظهور بالهدي عشد ظهور ظلات معلق تقريبا سبع ساعة لسة ونصف المغرب بعدين دي احترقين وراء ما احترقين أكو اثنين ولدهم احتغلينهم قالوا ماذا ما نصلوا نشاهد على هذا على حسن احنا راح نسوي بكم مثل ما سونا بي سوموه على التنازل عن حقه والسكوت على فقدان يديه مقابل اطلاق سراحه لم يبقى من يعيل أطفاله الصغار الذين دفعوا إلى الانخراط في مؤترك الحياة مبكرا لعل حكاية حسن محمد وصلت السوداني الذي اشترط في تقديم شكاوى التعذيب وجود ادلة قاطعة فهل يوجد دليل اوضح من يدين مبتورتين تحت التعذيب لينال المجرمون جزاءهم